اختاروا العدالة اسما لحفل تخرجهم فقد كانت الغائب الأكبر طيلة سنوات الدراسة الأربع التحق طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء يوم كانت جامعتهم محاصرة بالميليشيات وها هم يغادرونها والبلد كله محاط بما يتنافى مع ما درسوه عانت جامعة صنعاء خلال السنوات الأربع من سيطرة مسلحة شملت مختلف جوانبها قبل أن يتحول الاستحواذ إلى المناهج والمقررات وتعيين كادر التدريس وإقامة الفعاليات الخاصة بمؤسسي ميليشيات الحثي واستقطاب المتحدثين من خارج أسوار الجامعة الصرح الذي تلقى فيه آلاف اليمنيين تعليمهم قبل أن ينشر العلوم في مختلف أنحاء البلاد مهدد بالكامل مثلت جامعة صنعاء منارة هامة انطلاقا من سبعينيات القرن الماضي قبل أن تنطفئ الشعلة ويتسرب الجهل إلى الداخل ويحاول الطلاب الجدد إحياء روح جامعتهم بإقامة احتفالات التخرج والسير في طرقات المدينة وابتكار أساليب جديدة للفرح علهم يمحون بذلك ما يحيط بهم وبمستقبل يأملون أن لا يكون المجهول فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر